موسيقى مشاهدي ام تي في مرحبا بكم في بيروت اليوم حيث وقصديف عدو الهيئة التأسيسية للتيارة الإصلاحية الأستاذ محمد عبيد ومعه سوف نتطرق إلى الملفات الاتية هل يوازن حزب الله بالفعل بين حاجات التحالف الإيراني السوري ومصالح الشيعة في لبنان والدول العربية أعلان نهاية إطار 8 أذار هو تسهيل لأمر الحكومة أم تصعيب له هل إعلان إقصاء الشرع عن قيادة القطرية لحزب البعث قطع للطريق أمام مؤتمر جونيف 2 استاذ محمد أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك نبدأ بالخبرية اليوم التي نشارها زميلنا وصديقنا استاذ حسن علاء بجريدة الأخبار عن 16 طون متفجرات أرسلوا إلى لبنان أن هذه معلومات نقلتها CIA أجهزة الاستخبارات الأمريكية لبعض الأجهزة الأمنية اللبنانية نعم بهذا الإطار إذا شفنا متفجرة الأمس الكلام عن التحضير لتفجيرات كل هذه المسائل لم تكن لبنان مقصداً ما كان لبنان مقصداً لألا من بعد الدور المعلن لحزب الله في سوريا بدأت هذه المسائل تستهدف حتى عمق المناطق الشعية في لبنان وقال سيد حسن مصر الله بأحد خطاباته إذا تتذكر أنه نحن لما أخذنا هذا الخيار كنا عارفين شو تبعاته برأيك هل لازال هذا الأمر يمكن أن يقال بأنه عارف شو تبعاته طبعاً لا طبعاً سمحت السيد وقت اللي حكى هالموضوع كان عم يقصد أنه نحن التبعات السياسية وحتى الأمنية على الحزب بما أنه جمهور الحزب يلتزم خيارات الحزب وجمهور المقاومة يعني يلتزم خيارات المقاومة وهي ردود الفعل اللي شفناها من الناس حتى بعد المتفجرة اللي طلعت بالضاحي من يومين بيّن أنه حتى خيارات الجمهور هي بنفس المنطق اللي تحدث عنه سماحة السيد بهذا الموضوع لذلك ما في يعني أنا دائما بقول في حالة تماهي بين خطاب وموقف سماحة السيد والجمهور الذي يؤمن بمشروع المقاومة ويؤمن بالخيارات السياسية اللي عم بيعبر عنها حزب الله فيما يعني الموضوع الاستراتيجي لذلك بتلاقي صدى كلام سماحة السيد هو عند هذا الجمهور من خلال المواف اللي الناس بتعملها أنه نحن مستعدين نضحي ما حدا يفكر أنه هذا الموضوع سيغير من خياراتنا أو من توجهاتنا لقناعة أساسية بأنه هذه القيادة المتمثلة بسماحة السيد وقيادة المقاومة كانت صادقة أو لديها مصداقية عالية جدا عند هذا الجمهور بدءا من انطلاق مشروع المقاومة اللي حملوا الحزب كمقاومة إسلامية في العام 85 وصولا أو بعد العام 82 وتطور في العام 85 وصولا إلى صد العدوان الإسرائيلي في تموز 2006 نعم بس بشكل خاص أنه التأكيد أو هذا التماهي اللي حضرتك أشرت له هل برأيك سيحمل من يعتدون على أن يأسوا من محاولة أن يضغط تضغط البيئة الحاضنة على حزب الله أم تجعل كل ضربة توجه إلى هذه البيئة نتيجة التماهي هي ضربة لحزب الله طب خلينا نرجع يعني بيغيروا فكرون أو برأيك بالعكس لا لا خلينا نرجع للعنوان اللي وضعوا سماحت السيدة يعتبر أن المعركة هي مع المشروع الأمريكي الإسرائيلي التكفيري يعني حط التكفيري في صف الإسرائيلي والأمريكي من وجهة نظر حزب الله يعني من الموقف من الإدارات الأمريكية والسياسات الأمريكية في المنطقة حرب تموز كانت أقسى بمليون مرة ومئات ملايين المرات من اللي نحن هلأ عشنا أو ممكن نعيشه مهما كان حجمه يعني اليوم ألف ومئتي شهيد خلال حرب تموز 1292 وحوالي 5000 جريح دمار هائل بالضاحي دمار هائل بالجنوب ورغم ذلك كنت تشوف الناس وقفة على ركام بيوتها وعم بتقول أنه نحن فدى المقاومة نحن فدى سماحة السيد شفنا من سنتين الزميلة أمال خليل بالأخبار وتنحكى عن تسعيد إسرائيلة معين ذكرت بي بالجريدة أنه إجا كتير وفود وفي كتير ناس تركوا بنت جبال ومحيطة لأنه خافوا أنه تسترد هادي من باب خلينا أقول هلا قداش حجمها ما بعرف بس هادي خلينا أقول من باب الوقاية ممكن الناس لأنه كمان وقت اللي بلشت الأمور بالجنوب وبالضاحي بحرب الالفين وستة الحزب أبلغ الناس أنه تركوا بيوتكم وتركوا أراضيكم وطلعوا من هاي المناطق لأن هاي المناطق رح تتحول إلى ساحة مواجهة وشفنا كيف أخلية الضاحي بشكل سريع كيف أخلية أخلية الجنوب بشكل سريع ونتقلوا إلى غير مناطق حجم العدوان حجم الدمار حجم التضحيات البشرية اللي صار بالالفين وستة ما أسنى هذا الجمهور وما خلى يصير فيه أي شرخ بين الجمهور وبين المقاومة وقيادتها وتحديدا شخص سمحت السيد لذلك مهما كانت طبعا نحنا نتمنى أن لا تتكرر هاي المسألة ويكون فيه ضبط ويكون فيه مرائب وانتباه وحذر وحتى إذا اضطر الأمر يعني إجراءات على الأرض يعني لمنع تكرار هذا الموضوع إنما أنا حسب يعني ما شفت يعني قبل بليلي أنا من التفجير كنت بالضاحية ومبارح بالليل كنت بالضاحية كل ليلة تقريبا يعني وبشوف الواحد انطباعات الناس يعني عم بحكي قبل المتفجرة وبعدها ما لمست أنه فيه تراجع عند الناس بهذا الموضوع لمست أنه فيه إصرار على أنه هذا الخيار أخدنا بس هي تبابي خلي أنا رجعت للتعبير الأساسي للشعار الأساسي اللي وضعه سمحت السيد أنه حط الحالة التكفيرية اللي أنا برأيي ومن خلفها من الاستخبارات السعودية هي المتهمة بمتفجرة بئر العبد حط هذه الحالة التكفيرية في موازات إسرائيل وأمريكا وبالتالي يعني أعطى عنوان أو شرع العنوان السياسي لهذه المواجهة فالناس صارت عم تتعاطى مع هذه الحالة على أساس أنها أدات من أدوات إسرائيل أو السياسات الأمريكية في لبنان والمنطقة نعم بس إذا شفنا أنه عم تقول حضرتك أنه مستعدين أن يتحملوا الأثمان بس إذا قررنا ما جرى في العراق وما زال يجري المسلسل الدموي لم ييأس من صمود هذه الحالة الحاضنة للتيارات السياسية الشيعية كان بالعراق أو لبنان برأيك الشيعة في لبنان أيضا مستعدين يتحملوا مسلسل مفتوح على غرار المشروع العراقي يلي يبدو أنه يلوح في الأفق خليني أقول الشيعة في لبنان والخط الوطني والقوم العام في لبنان مش ضعيف إلى درجة أن يتم استهدافه أو استسهال استهدافه بالعراق ضعيف؟ بطريقة لا ضعيف بمعنى اليوم بالعراق خليني أقول لك بالعراق في حالة دولة مركزية في خروقات داخل هذه الدولة في بقايا البعث في الصدامي في حالة القاعدة اللي أحضرت إلى العراق على مراحل واللي انتشرت وتوزعت في أكتر من مكان والأهم في حدود كثيرة مفتوحة حول العراق يعني في حدود مع الكويت وحدود مع السعودية حدود يعني صحراوية ممكن يتنقل فيها ويتحرك فيها أجهزة مخابرات ومتفجرات وسيارات ملغومة وغيرها في حدود مع أكتر من بلد في حدود مع سوريا وفي حدود مع تركيا يعني المسألة مش يعني لبنان بالمعنى الجغرافي وضعه أحسن من الوضع العراقي هاي لأنه في حدود واحدة مع سوريا بس في عندك كل جنسيات في الوضع والآن في سعي في سعي لضبط هذه الحدود ولإنهاء يعني التداخل بينها وبين الوضع اللبناني بس بلبنان في جنسيات أكتر من عدد الدول المحيطة هاي هذه الجنسيات هاي هذه الجنسيات وين بدأت تتحرك يعني اليوم إذا بنا نحكي عن السوريين وزخيرة جيقولك 16 تون متفجرات أطنان المتفجرات أنا بعتقد موجودين لأن المتفجرة اللي طلعت ببقر العبد يعني مادة التفجير اللي هي TNT موجودة عند كل اللي بياخدوا متفجرات ليعطوها لجماعة الكسارات يعني ليفجروا صخور وكذا ويعملوا كسارات فمش شغلة لحد هلأ يعني اللي مبين من التحيات إنها مش شغلة حديثة بمعنى يعني المتفجرات النوعية مثل السيفور أو غيرها قالوا سيفور وقالوا إنه لا لا أنا حسب معلوماتي هو أخذ والله إنه فيه احتراف باللعب فيه احتراف لا خليني إذا بدك نقيم هذا أنا حسب معطياتي هي متفجرات TNT هي طريقة تفجير عادية تالت نقطة اللي حتى كان عم يتردد على المنطقة لأنه مجنوم مأمن بالمنطقة بحركته وحكماً رح يكون أحد الأدوات يعني أو اللبنانية أو السورية أو الفلسطينية الموجودين على الأرض اللبنانية وبيتحركوا بسهولة بين المناطق لذلك هلأ الخلفية التحضير التدريب الاستهداف تحديد المكان كذا أنا برأي هذا شغل استخباراتي عميء يعني ومدروس ويمكن حتى حجمه وشكله وموقعه وكذا يمكن هذا الموقع اللي قدروا وصلوله هلأ اليوم اتخذت إجراءات أخرى بدي أرجع لنقطة الأساس أنه هذا المناخ يعني المقاومة وأجهزتها اللي عم ترصد الموساد الإسرائيلي بلبنان واللي عم تحقيق إنجازات على أجهزة مخابرات الدولة اللبنانية مخابرات الجيش أو القوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو غيرها كمان مش ضعيفة تقدر أن يعني إذا حطت راسها بهذا الموضوع إذا ركزت على هذا الموضوع تقدر أن تطبط تقدر تطبط هذه الأمور بنسبة ما المتفجرات السابقة التي أودت بمن أودت برأيك معناتها كانت الأجهزة الأمنية منها حطت راسها وين أي متفجرات اللي كانت بلبنان عم بتصير وياللي زهب ضحيتها لا لا وقتها والرئيس الحريري وقتها لا مش هم نقول ما كانت حطت راسها وقتها صار فيه تدخل كمان استخباراتي كتير كبير تجاوز تجاوز قدرات تجاوز قدرات الأجهزة اللي عم تشتغل هلأ ممكن يتكرر أنا ما عم بنفي بس أنا عم أقول أنه يعني على الأقل الأجهزة الأمنية بالمعنى الاستخباراتي المتابعة للمقاومة لديها قدرة كبيرة على محاولة منع تكرار هذا العمل هذا لا يمنع أنه يعني ما بينفئ أنه ممكن يتكرر بس أنا عم أقول وصار بس أنا عم أقول بالنسبة الغالبة في قدرات ممكن أنها تحاول أن تمنع حصول أو يعني كون فيه شيء وقائي من هذا الموضوع وقد لا تنجح خلا نفترض الإجاب مش السهل ونحن عم نقوله للناس أنه تهيأوا لفترة صعبة لأنه نحن أخديه مواقف معينة بالإضافة للتحدي الأمني هناك التحدي الاقتصادي شفنا إبعاد لبنانيين من دول الخليج العربي بسبب دعمهم لحزب الله ونقالت بصراحة وشفت حضرتك أكيد بأكتر من تصريح لمسؤولين سعوديين وغير سعوديين ومجلس تعاون الخليجي ومسوى ذلك يعني التحدي الاقتصادي هل اللبنانيين برأيك قدرين بيقيل بساطة نتيجة خيار سياسي معين أن يتحملوا وخلينا بلش بالشيعة بالتحديد ما عنا مشاكل تحديات اه اقتصادية أولا الشيء اللي تم نقله عن السعوديين نفو رجع السعوديين فيما يعني ترحيل الناس الاعتبارات مذهبية أو الاعتبارات سياسية انه قالوا سياسية فانحصرت بالموضوع السياسي اللي له علاقة بحزب الله حسب ما بعرف أنا يعني وحسب ما كل الناس بتشوف أنه نادرا ما تلاقي حدا ملتزم أو منتسب إلى حزب الله بالمعنى التنظيمي راح يقعد بالسعودية يعني أنا لما إلي علاقة التنظيمية بحزب الله ما بفكر راح يقعد بالسعودية ولا بفكر زورة يعني فمش راح يجي تأخذ سعوة اللي بتكون حالة التماهل اللي حضرتك كلتا اي اي هيدا جمهور لا لا خليني أقول لك هيدا هيدا جمهور إذا الأمور بدأ تروح بهذه المنحة حكما في أساليب للرد خلانا نكون صريحين يعني مثل شو في مليون أسلوب للرد ما حدا يجي اللي ما حدا يجي ما حدا يجي اللي لا لا ما حدا يجي اللي السياحة ومنخاف على السياحة وكذا أصلا ما في السياحة وإذا بيريحونا من سياحتهم بيكون أحسن بدنا سياحة اللبنانيين المغتربين اللي لازم يرجعوا وكم هنا لا بيرجعوا عم يرجعوا لا عم يرجعوا وهلأ كل الطيارات اللي عم تجي من كل دول العالم وتحديدا من الدول البعيد هي لبنانيين مغتربين عم يرجعوا لا لا أنا ما عم أقول لهم عم أقول لهم حضرتك في حالة تماهي الناس محضرة تتلقى الناس تتحمل المتفجرة أنا عم أقول الناس قديش هيدا الكلام بده يشجع اللبنانيين المغتربين خلينا أقول لك الناس أخذ خيار عم بحكي جمهور المقاومة أخذ خيار مع المواقف والخيارات السياسية للمقاومة وهي اللي عم تتحمل هذا العباء هذا حكما له انعكاس على وضع البلد العام بس خلنا نرجع لموضوع الخليج وهذا فالسعودية تراجعت بالمعنى العام يعني أنه القصة مش مستهدف منها الشيعة إذا في حدا منتسب لحظب الله إذا لقوا حدا يرحله مش مشكلة يعني مش رح يعجز في حظب الله هون القطريين تراجعوا بشكل كامل واليوم حسب معلوماتي لحد اليوم مرحلوا حدا بها المعنى الإماراتيين حكا في كاتريين 37 وحد سموهن ومرحلوهم بعد إنما الإماراتيين هذا الموضوع بدأ قبل أن يدخل حظب الله في المواجهة في سوريا يعني هذا مسألة الإماراتيين عمره سنتين وثلاثة قبل ما تصير حتى قصة سوريا قبل ما تبدأ يعني وتتوسع وقبل ما يصير فيه تورط لحظب الله أو دخول لحظب الله في المواجهة في سوريا وبالتالي هذا الموضوع مش مربوط بحظب الله هاي مربوط بعقل استخباراتي إماراتي عم يتعاطى مع الشيعة في الإمارات اللبنانيين مع بعضهم بعقلية إنه هذا مش عجبنا تاني يوم منقله ضب غرادك وترك مصالحك وترك بيتك وكل شيء هون موجود وهذه صارت مع اللبنانيين كتير وأنا بعرفهم بالأشخاص يعني من هني لأنه سبق ولتعت أنه يوهم بفترة وللأسف ما نجحت لا وزارة الخارجية ولا الدولة اللبنانية ولا كل اللي وعدوهن بأنهم يعالجوا هذا الموضوع رئيس بري وعدهم ما نجح وراح لهونيك وما أدري يعمل شيء وكانت القصة حكي بحكي بس حدتك عشرت قبل شواء إلى أنه في إجراءات يمكن أن تتخذ في حال أخذ هذا المنحة مثل شو في مصالح يا خي أنا إذا بدك تضر أنا كلبناني وهذا موضوع ينطبق على الجميع مش بس على هذا إذا أنا كلبناني بدك تضر بمصلحتي بمصالح اللبنانيين ما أنت كمان شو بدي أعملهم يعني لا يعني أنه عم نحكي عن شيء يا خي أنت بتهددني وبدك تزعبني وبتقل لي أنا ما بدي أجي لعندك وبعد شوية بدك تطغى علي يا أما بمشي مثل ما بدك وبسياساتك يا خي بلاها هاي العلاقة بس مين قادر يعني في كمية مصالح لللبنانيين أكثر مما هي للخليجيين طيب عال هذه الشغلة لازم تدرسها الدولة اللبنانية وتستعمل دبلوماسيتها وفخانة الرئيس والقيادات السياسية اللبنانية مع المرجعيات السعودية أو الخليجية بشكل عام واضحة وخلينا نخطر إذا في حدا من حزب الله يزعبوا يقولوا له فل بس إذا كل لبناني شيعي وإذا كل لبناني بيتوجه أو بيشكوا فيه أو ما عندهم ما عندهم مستمسكات لأنه أنا اللي شفتهم من الشباب اللي طلعوهن من الإمارات هني وعيالهم ما في ولا واحد سياسية أو تنظيمية بحزب الله ولا بأي تنظيم ناس عاديين عندما يأخذ مثل هذا الإجراء مش اللبنانيين عم يدفعوا تمانهم عندما يكرر حزب الله سياسي الدولة اللي بتكون عم تعمل هيدا الإجراء المفترض أنه نحنا كمان ندفع رعاياها التمان من لبنان بس من اليوم مين عم بيعرف يعني هيدا الموضوع خليني لا بس بالتحديد على هيدا النقطة يعني اليوم واحد بده يؤزيني وأنا كلبناني ليش بده يؤزيني لأنه يخي هلأ في يعني في طوق على الفكر في طوق على على الإيمان في طوق على في طوق على على القناعات السياسية اليوم رحوا السيد الحمار يخي أنا لو كنت أنا كمواطن لبناني يا أخي ما روني قاعد بالسعودية يا أخي وبحب المقاومة شو هيك براسي أنا بحب المقاومة وبحط على تلفزيون المناركة شو قلهم معي يعني أنه هلأد الأمور طيب شو هالدول شو هالدول هاي اللي قاعدة عم بتبشرنا بدأت تعمل ديمقراطيات وصارت دافع عشرات ومئات مليارات الدولارات لإسقاط الأنظمة في الأخرى في العالم العربي من ليبيا إلى تونس إلى سوريا اليوم تحت عنوان أنه هذه أنظمة ديكتاتورية وإنت ممنوع لك أنت وقاعد هناك أنه أنت تفكر مثل ما بدك وبيجي لهون الخليجي مش بيفكر بيعمل اللي بده إياه وإذا تصادم مع شرطة لبنانية عم يتبهدل الشرطة اللبنانية بس لأنه هداك بتحكي فيه السفارة السعودية أو غيرها وصارت حوادث منها نوع شهدناها بالداونتاون أو بغير محلات يعني سواء نفتح هذا الملف بس بنتيجة الأمر في مصالح اللبنانيين يعني من يكرر مصلحة اللبنانيين في الخيار اللي حدثتك عم تتفضل فيه لم يكرر اللبنانيون كلهم سوا أنه هن بدهم يستعدوا المملكة العربية السعودية على هذه الدول خلينا لك خلينا على هذه الدول بسياسة الدفاعية مثلا حزب الله يكرر أن يفتح حرب مع إسرائيل بتجي إسرائيل تضرب كل لبنان حزب الله لا عم نقلو بالمعادلة بش بلاش تبع عملية بس أنه كان وقت لحظة قبل العملية كان متوقف العدوان الإسرائيلي نحكي نحن بيت تموز لا عم ناخد شغلة مجتزقة نرجع نحكي اليوم بالموضوع السوري حزب الله قرر أن يذهب إلى سوريا ربما المملكة العربية محقة أو مخطئة هذا موضوع مش للبحث أنه فريق لبناني يكرر وكل لبنان يدفع السمن هاي دي أمتى بدأت توقف لا ما فيها توقف لألك ليه حزب الله بيقرر لا 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 مش حزب الله بيقرر مش حزب الله أول شي خلان نرجع أول شي خلان نرجع لموضوع دول خليج اليوم بحق إلا كل هذه الدول أن تعمل اللي بدأ ياه مع أي لبناني موجود هناك إذا اعتبرت أن هذا اللبناني يتحرك بطريقة ما لأزية أمن هذه الدولة التي يعيش فيها عرشو ما بحق إلا أن تحاسبوا على تفكيروا على قناعاته تعتبر عملتهاك ومألحا ما بحق إلا وإذا عملتهاك لازم ينرد عليها خلينا لك طول بالك يعني اللبنان أخذ قرار يمكن لو كل اللبنان بياخد قرار بدنا نقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة هيدا موضوع بتكون أخدته السلطة الشرعية المنبسقة ديمقراطية من الشعب فليتحمل الشعب اللي بنتخبها المسؤولين حزب الله ما عم يضغط لي حزب الله بس هون الفرق طيب ما هاي الإمارات صارت عاملة مئة تدد عمل من هالنوع وما صار عليها ولا رد وقاعدين عم بيسيروها الخارجية والمسؤولين وكده وبروحوا بيزروها ولا يوم حكيوا بهذا الموقف الموقف من دول مجلس التعاون الخليجي مش السلطة الرسمية عم بتحددوه عم بيحددوه حزب الله لا حزب الله حزب الله لليوم ما أخد موقف أنا عم بحكي هني لاش عم ياخدوه هذا الموقف هني عم ياخدوه هذا الموقف الاعتبارات تتعلق بسوريا بسوريا بما يعني موضوع الإمارات سبقت موضوع سوريا عم نحكي عن موضوع القرارة اللي أخدوه بس لستعاون قالوا كل واحد منتسب لحزب الله نحن بدنا نطلعه أو بدنا ناخد إجراءات بحقه إذا لقوا منتسبين لحزب الله في هذه الدول خليهم يطلعوهن بس اليوم عدم مجيء السياحة السعودية بنفس الوقت إذا لقينا نحن سعودي أو قطري أو غيره وعم بيقاتل مع شاكر العبسي بنهر البارد تحت عنوان فتح الإسلام ما كان لازم نسلمه للسلطة تابعه ونعمله ترتيبات وتيجي السفارة تاخده كان لازم نحطه بالحبس هون ونحاسبه على الأقل اللبنانيين اللي عادين بالسعودية ما أزوا أمن المملكي ولا أزوا أمن قطر ولا أزوا أمن الإمارات بينما الخليجيين اللي عم بيقاتلوا بسوريا وهلأ موجود منهم بلبنان وقاتلوا بلبنان بمراحل سابقة بنهر البارد وقتلوا ضباط وعناصر الجيش اللبناني تحت عنوان جهادي سلفي مدرشو ووهابي هادي الجماعة ما تموا حاسبتهم اللي من مسك بأحد الأتلات هون قطري كان عم بيجيب مصاري ويسلمه ومدرشو صارت قصة هذا شهادي المولوي وغيرها راحوا سلموا بكل احترام وتهزيب لسفارته إنه لبناني لأنه لبناني لأنه هني قال يعني عندهم مصالح هون وعندهم أملاك وبيعملوا سياحة نحن لازم نحن السؤال من يحدد هذا الأمر ولا يتفرد طرف ما تفرد حزب الله أبدا بهذا الموضوع حزب الله لو بدوا يتفرد كان تصرف غير هذا التصرف حزب الله تارك هذا الأمر للدولة اللبنانية لأجهزتها لخارجيتها يعني بكري أجو مثلا بدوا يعملوا متفجرات لا بس أنا عمل لك موقف متفجرات مثلا كمانا هيك زاد شي فيه فريق بيعتبر أنه تدخل حزب الله وطلع الكتيب 113 وقالت لأنه حزب الله بسوريا شو الكتيب 113 طلع حدا عمله يلي عمله عم بيقول عمله لأنه حزب الله يتدخل في سوريا آخر من تدخل في سوريا هو حزب الله دخلت السعودية وهلأ رح تدخل أكتر وهذا كلام مش أنا عم بنقله قاله رئيس ما يسمى لإقتلاف الوطني السوري هذا أحمد الجربة وأنه نحن هلأ رح نستلم أسلحة نوعية من السعودية كي نغير التوازن الموجودة بالميدان مش هك؟ مش أنا عقلته القطري تدخل علنا ووده سلاح ومقاتلين وعمل خط سير لوصلهم على تركيا تركيا تدخلت علنا اتحاد الأوروبي حاولت بعض الدول أنه تبعت مسلحين ومقاتلين إلى سوريا الولايات المتحدة كان عندها هينية الإدارة الأمريكية وهلأ في جدال بهذا الموضوع بالكونغرس الأمريكي عند لجنة الاستخبارات والأمن فآخر من تدخل في سوريا هو حزب الله آخر من تدخل وحزب الله تدخل من موقع الحماية لظهر المقاومة لجسر المقاومة لدعمة وتسليحة وتجهيزة لممر عبور المقاومة المعارضة كان يتمع نشر الجيش على طول الحدود لم نشره لم نشره للجيش من الحكومة مين الحكومة؟ مين جابوا؟ آخر خليني أقول لك بلشة الأحداث بسوريا بالدرعة بدرعة مش هيك شهر أدار مين المعركة الحقيقي صارت من بداية الاحداث صارت بمحافظة حمص تعرف لايش صارت بمحافظة حمص لأنه كان فيه كوريدور مفتوح من البحر من شمال لبنان مرورا بمناطق الشمال وصولا إلى محافظة حمص هذا اسأل السلطة المعنية ترك لي حزب الله حزب الله فرد بهذه الحكومة مليون شغلة قلتلك عملها الرئيس مئاتي مول المحكمة فرد الحكومة اللي قبلها لأجل المحكمة عمل كذا شغلة وحزب الله مرد دليل وحزب الله ما كان راضي يعني كان راضي فالقرار ما حدا خليني لك شغلة في شغلة أصغر من هك عادة تسكير الحدود مسألة مواجهة أحمد الأسير هذا بعبره هذه كان فيه كل الدولة كانت مغطية الجيش واخذة قرار كم مرة نحكي عن الجيش أن الجيش لازم ينتشر طيب طلعت دورية من الجيش على الحدود اللبنانية السورية لجهة أرسال كيف رجعت هذه الدورية رجعت شهداء وجرحة ممثل فيهم ضربين ونسكاكين أي جيش عم تحكيني عن أي قيادة سياسية بالدولة اللبنانية سلطة سياسية تغطي هذا الجيش للقيام بعزل لبنان عن سوريا من الأول ربما انتخذت هذه القرارات كان هذا الدور هلأ عم بيقوم في حزب الله مشكورا أنا برأيي بعزل الحدود اللبنانية عن سوريا الجيش السوري عم بحق إنجازات من الجهة التانية ستستكمل هذه الإنجازات في منطقة الزبداني وغيرها ويعني الحدود المحاذية كمان لجهة أرسال لعزل لبنان نهائيا عن سوريا ومنع التداخل اللبناني لأنه أكبر أزية صارت لداخل السوري بشمال خلاص بشمال كمان رح ينزل حزب الله لا لا ما في ما ضروري ينزل الجيش السوري من تاني جهة بعد ما أنهى موضوع ريف القصير والقصير وريف تلكلخ وتلكلخ وهلا عم يستكمل الإجراءات بمحافظة حمص المدينة وبعض الأماكن خلاص عمليا عم بصير العزل من جهة الشمال اليوم في خبر أنه مبارح كان فيه محاولات تسلل من منطقة كلخ وضبطها الجيش السوري وبالتالي يعني عم يمشي الحال هناك بعد فيه هاي الجهة يعني المقابلة لمنطقة بعلبك يعني مقابلة منطقة النبيشيت جنتة كده اللي بتمد على الزبداني وعرسال هذه جاي دورة بالمرحلة المقبلة بتم العزل الفعلي ما بين الحدود اللبنانية والسورية اللي ممكن أنه لبنان يتأثر فيها أو ممكن أنه لبنان يشارك بالداخل السوري كما فعلها في بدايات الأحداث في منطقة حمس ماذا لو هذا الأمر بالعكس أدى إلى تفاكم النقمة وجعل أنه نحن ما نحن قالنا من البداية أنه اليوم أنت لما بتاخد قرار سياسي بهذا الحجم أنت عارف حالك وين رايح ولوين بدك توقف والناس اللي ما بدأ أستاذ محمد تعبر عن رأي عم تعبر عن رأي وين عم تعبر عن رأي هاي قوة 14 أدار كل يوم عم تعمل مؤتمر صحفي يحكوا أنه بدهم لا لا بالعكس عم يعملوا مؤتمر صحفي وعم بعبروا عن رأي وعم بيطلعوا خبريات وأنه هذا السلاح استدرج سلاح أنه نحن تورط حزب الله في الداخل السوري طالة ما نحكي كلامه مسموح ما قال لهم سمحت السيد أنه بعد كنت تسخنقونا خنقونا بالسورية بسرق لبنان على جنب بس وقال أنه في واحد عارف بس ما يعمل شتائم اه ما لازم يكون فيه شتائم بالسياسة شو بنعمل له ما لازم يعمل شتائم ما بنعمل له شي لاش مين شو عملنا له نحن شفنا مثلا هاشم السلمان شو بأن حادسة الله يرحمه هذا بس هذه حادسة عرضية فردية ما إلى علاقة بسياق عام بالسياسة يعني ما عليش شفنا تاني يوم أنه شباب نجابوا بباص ونزدتوا قدام هالسفارة وكذا شفنا يعني فيها شوية هيك شو كيف يحالك تفسير شوية استخفاف بالناس اللي نجابوا شو بدك بالسفارة بيغض النظر بس أنه طريقة قتل هذا الشاب اه مرفوضة وحكا عنها سماحت السيد وقال هذا قتل مظلوما وبدنا التحقيق يوصل للنهاية ويصار التحقيق وتسأل الدولة وأجهزتها مثلا بسيطة أنا نبلش حتى بالمتفجرة اليوم تذكر صحيفة النهار أنه قرر حزب الله يعطي الشرايط للأجهزة الأمنية أي شرايط الكاميرات تبعى التصوير اللي هذا يعني قرر يعني عمليا ليست الدولة من يتولى لا 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 الدولة خليني قللك الدولة بده يقصه أخذ بده ياخده الدولة هي من يتولى بس اليوم إذا بتعرف المنطقة استاذ أنتو أنا بعرفها منيح وابن المنطقة أول شي عندك مركز التعاون الإسلامي التعاوني وعندك جمعية القرد الحسن يعني في أكتر من مؤسسة محيطة للحزب حكما لإعتبارات أمنية الحزب بحط كاميرات على مداخل الأبنية اللي هو مثل كلمة واحد يعني هل يون واحد إذا عنده دكان تسمانية عم بحط على بابة كاميرا مش خوفها من السرقة أو من الاعتداء أو كذا فهذه الأشرطة موجودة عند الحزب أو الديفيديات موجودة عند الحزب طبيعي الحزب تطلع عليها وعم يعطيها للدولة اللبنانية طيب حسوم أنت عندك بس كمان أنت عندك محل طوك الأمني لا لا أنت عندك محل وين الطوك الأمني أول ما نوصل وصل للجيش اللبناني واجهزة الدفاع المدني والإسعافات وكذا ما كان في طوك أمني من حزب الدراء لا ما كان في طوك أمني حاموا عن الوزير حاموا عن الوزير لأن الناس مفاعلت نعم بس أنه كانوا موجودين لا لا موجودين طبعا كي ما بدون يكونوا موجودين بس أنه وقت اللي بكون في عائلة قبل قطلوا بعضهم هن مستهدفين هن مستهدفين من هذا الانفجار طبيعي يكونوا موجودين بس شفتم بسلاحهم شفتم يعني عملوا مثل شباب يعني مجموعة انضباط ما بدون الناس تقرب وما بدون الناس تنفعل كمان وتعمل ردفا حزب الله تنظيم حديدي موجود شو عم نحكي عن شي عم نحكي عن جمعية خيرية يعني هذه جمعية غير الخيرية لا هي خيرية بجواني بس ما تأولني شي يلي عم بتحقق بقضية هاشم السلمان ليش ما وصلت لنتيجة بعد لا مش هي عم بتحقق أولا اللي صار أولا اللي صار هو صار أمام السفارة الإيرانية كان موجود الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية اللبنانية عم بتحقق بموضوع المتفجرة العيال اللي بتعلق مع بعضها بالضاحية ومش الحزب مستهدف مستهدف أمن الناس ومستهدف استقرار الناس وحياتها الحزب أول من يبادر إلى الاتصال بالجيش وبالأجهزة أنه هو يكون على الأرض موجود لصارت المتفجرة ولمعلوماتك الحزب هو من طلبة أيضا من الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني بأن يحضر إلى المنطقة ويقوم بإجراءاته الكاملة كدولة وكمؤسسات لأنه بتعرف كمان أوقات بتصير بعض المؤسسات ما بتشتغل شيء بس بتقولك منعنا الحزب يا خيطيب ما منعكم الحزب رحتوا ومنعكم لا ما رحنا بس يا خيه هاي المنطقة مربع أمني ما فينا نقرب عليه مين قالك أنه مربع أمني صار كذا مرة فعشان هيك حلق بيرح بالذات كان في دورية لمكافحة تجاوزات معينة جرعة تديق علىها وتقشي تصلاحها من مين؟ من الناس مش من الحزب يعني متألي واحد راح يدهم شيء عشان موضوع المخدرات أهم الحزب دافعوا عن تجار المخدرات يعني ليش بها المنطقة ليش بكل لبنان بيقدر ينفذها إلا بمناطق وبقربة ضاحية عم بنفذها كل الأجهزة جهاز مكافحة المخدرات الشرطة الأمن كله عم بنفذ كل اللي فيه نفذه بالضاحية إلى موضوع هلأ ما نتوقف عن فاصل إعلانة نرجع من بعده ما نفوت بتشكيل الحكومة موقف الرئيس برري وبالتحديد إعلانه انتهاء 8 ألوان تحبنا الخبرية نترك عيناك كرمالهم مشاهدينا هذه المسائل ستكون شيقة جدا مع الأستاذ محمد عبايد بعض الفاصل من تابع مشاهدينا الكرام هذه الحلقة مع الأستاذ محمد عبايد عضو الهيئة التأسيسية في التيار الأصلاح أستاذ محمد كان لفت قول الرئيس برري انتهى إطار 8 أدار وبالتالي هو يفاوض عن الثناء الشيعي المكون الشيعي في الحكومة وقال رح يعطي رئيس المكلف مجموعة أسماء ما بتعجبه رح يعطيه مجموعة وما عجبته رح يضل يعطيه أسماء لهو يختار كيف ترى هذه المقاربة ولم نرى من حزب الله أي اعتراض ما يعني أنه مسلم بدور الرئيس برري بالتفاوض مع الرئيس المكلف أولا أنا بأتأد ما في حكومي يعني قد ما بأت أسماء الرئيس برري يرجع يطرحك رئيس برري مثلاً لا دقيقة ما بتنحل كل المشاكل زي هذا لا ما بتنحل صعب كتير المشاكل مش على المناصب مشاكل على المبادئ لا أولاً ما في حكومي فما يعزب حاله الرئيس برري يبعط أسماء ثانياً أنا بأتأد تسرع الرئيس برري في اعتبار أن تجمع قوة 8 أدار قد انتهى لأنه إذا رجعنا شوي بالذاكرة لوراه وطبعاً المقصود منه هو كان أنه يحشر العماد ميشيل عون من هذا التصريح بس أصلاً 8 أدار إذا منرجع لأسبابه 8 أدار هو تجمع شكراً سوريا صار تحت عنوان شكراً سوريا من بادر إلى هذا التجمع هو سماحة السيد حسن نصر الله وليس الرئيس برري وحضرت الحركة آنذاك والقوة الأخرى مثل الحزب السوري القوم الاجتماعي وحزب البعث وكل الجمهور اللي بها المناخ هذا حضروا بعد دعوة سماحة السيد حسن نصر الله وبالتالي جمع أو فرط عقد 8 أدار ليس بيد الرئيس برري يعني مع احترامنا إله لأنه هذا موضوع استراتيجي موضوع يعني اجتماع أو تجمع قوة 8 أدار وليس موضوعاً تكتيكياً ولا موضوعاً تفصيلياً يتعلق بالحكومي يعني أنا بعرف بالتفاصيل وقت اللي راح آخر زيارة زار اللواء رسلم غزالي ومعه العماد إبراهيم صافي سماحة السيد نصر الله في حارة حرائك في مقر الأمان العامي آنذاك وتحدث اللواء غزالي عن هذا الموضوع وعن المناخ اللي يعيشه الجيش السوري وسوريا تحت الضغط للانسحاب من لبنان والتأثير على المعنويات وكذا فكان بادر أنا ذاك سماحة السيد نصر الله وطلب منه بادر السيد نصر الله وقال له للواء غزالي أنه أنا راح أعمل خطوة تعيد المعنويات لألنا ولسوريا ولكل هذا الحلف ولهذا الخط فحتى بالتفصيل يعني أعمل اللواء غزالي باسه من جبهته لسماحة السيد وأن نزل من عنده أعلن كلام ورجع أعلن سماحة السيد هذا الموضوع فهذا الموضوع يرتبط بموضوع استراتيجي وليس بموضوع تفصيلي تجمع قوة 8 أدار هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الملازمة إلى أن التيار الوطني الحر ليس جزءا من 8 أدار هو حليفا لهذا التحالف أو لهذا التجمع وحليف عميء وستراتيجي لحزب الله وليس للرئيس بري أو لأي من يعني هو العلاقة مع الرئيس بري ومع القوات تانية بس شفنا أن حزب الله يفاضل ويختار الرئيس بري لا 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 ما فاضل شفنا بالتمديد شفناها بالقائد الجيش خليني ألك أولا خلانا نحكي باختصار عن هذا أولا بالتمديد هو كان قرار حزب الله وليس قرار الرئيس بري لنكون صريحين وكان اللي كان على صلة مع بعض الإخوة بقيادة حزب الله كان بيعرف أن هذا قرار كان يسعى إلي حزب الله منذ فترة سابقة يعني أبلغ الرئيس بري بهذا الموضوع وصار فيه تفاهم على كيفية السير فيه وصار حوار مع العماد عون حتى حول هذا الموضوع وتم التفاهم مع العماد عون بأنه أنت إلك موفق نحن قالنا ما أفنا من هذا الموضوع موضوع قائد الجيش لم يحسم كقرار لدى قيادة حزب الله حتى اليوم يعني اليوم خلينا أقول لك لو ينزل الأطراف الثانية لا لا الأطراف الثانية تربط هذا الموضوع بإعادة اللواء أشرف ريفي يعني بدن قلن بمفعول راجعي بهذا الإطار لن يقبل حزب الله هذا الموضوع أنا عم بحكي كلام مسؤول عنه لن يقبل حزب الله بالسير بهذا الموضوع بمفعول راجعي وإذا خير ما بين أنه ما بتصير تمديد لقائد الجيش ولأنه هذا لا يختار أنه ما يصير فيه تمديد يعني حتى اعتبر اقتنع تيار المستقبل لا لا خليني أقول لك مثلا اقتنع تيار المستقبل بعدد التمديد بدي يصير فيه التفاهم مع العماد ميشيل عن هو كانت نازل جلسة بدي يصير فيه التفاهم مع العماد ميشيل عن حسب تأديراتي ومعطيته ستحصل قريبا جلسة ثنائية بين سماحة السيد والعماد ميشيل عن يعني البحث في كل هذه التفاصيل كي لا يكون هناك مناخ عام يتداول بأن الحزب اختار كذا والحزب فضل كذا لا ما في هذا المناخ عند الحزب أنا بعرف تماما أنه ما في هذا المناخ لأن الحزب لحد اليوم لم يعلن موقف هذا أول شيء ثاني شيء الحزب مدرك خطورة عزل الشيعة دعنا نكون صريحين اليوم التحالف مع العماد ميشيل عن يعطي للحزب مدى وطني يتجاوز الإطار الشيعي يعني أنت على خلاف مع تيار المستقبل الذي يعتبر يمثل غالبية سنية بحد ما أنت علاقة ملتبسة مع النقب وليد جنبلاط يعني مع الدروز ويعني شوي فيها حساسيات عم بتم معالجتها يعني بالتفصيل ترقيع مش هيك اه بالترقيع ممكن كمان فبيبقى عندك العلاقة مع المسيحيين اللي عم بتتمثل بالتيار الأغلب اللي هو التيار الوقت فلذلك الحزب يدرك الحزب يدرك أن الحزب يدرك أن هذا الموضوع خطير لجهة إمكانية عزل الشيعة سياسيا ووطنيا رغم هذه الخطورة سيد محمد شفنا حزب الله راح على سوريا مستشار الجنرال ما حكي معه بالموضوع شفنا أنه مدد لمجلس النواب والجنرال ميشيل عون كان شبه وافق من فوزه بالانتخابات كمان جرت تجوزه وحتى مرأت لبعض الصحف أنه نوع من أنه عدم تقدير لكلام الجنرال الليقوله كمان بالألفين وتسعة قلتلنا راح تربع فما راح نعيد الكرة ونصدى وبيرجع عندك كان لو صارت الجلسة بمجلس النواب واعتبر كان وفقه على عدم التمديد اللي وقري فيه كان حيمشي حزب الله بالتمديد لكلام الجيش كانت القصة راح تروح على مخاطر أكبر نفس الملاحظات التي يحملها التيار الوطني الحر والعماد عون تجاه حزب الله أنا من الشيع المدنيين المستقلين اللي عنده نفس الملاحظات ونفس الهواجز على حزب الله وإيه على حزب الله طبعا واللي ناقشناها نحن والجنرال عون في أكتر من زيارة صارت لألول ناقشناها مع الحزب من جهة تانية ضموا للتيار لا ليش ما ننضم نحن التيار هلا ناخد محلنا بالوقت المناسب أنا بأعتقد أدبيات العماد عون والتيار الوطني الحر هي أقرب إلى أدبيات الإمام موسى الصدر وحركة المحرومين اللي هي أساس حركة أمل من أداء الرئيس بري فيما يعني الوضع الداخل للبناني أنا مخاوفي مخاوفي أن يكون هناك سعي من الرئيس بري لإعادة هذا الكلام اللي حكيه وهو كلام خطير فيما يعني فرط عقد تحالف من أدار لأنه هذا بجرنا أو بيخذنا مباشرة على التحالف الرباعي يعني بيخذنا على محل تاني على سعي إلى الوصول إلى مكان آخر وهذا أمر خطير أنا برأي لأنه هذا برجع بحطنا هذا برجع بحطنا تحت المظلة السعودية وبنرجع على لعبة الأداء مرقلة مرقلك وحميني بالدولة وحميني بالدولة كأحميك لأنه شيء الحزب الله طلب لك شيء الحزب الله من التحالف الرباعي ثلاث الباقيين مين هني الرئيس بري نائب وليد جنبلات والتيار والحريري لا خلينا نختصرهم هاك لأنه هني هاك بالواقع مش هاك يعني الحالي اللي هي أدت إلى انهيار مشروع الدولة أدت إلى تراكم الفساد بالدولة أدت إلى خراب الدولة على مدى العشرين سنة طبعا بالتفاهم والتحالف مع القيادة السورية اللي كانت قائمة مع حزب الله خزنا على حزب الله في هذا المعنى أنه حزب الله بدل أن يكون تغييريا في التعاطي مع هذا الموضوع ويضع حدود مثل نفس الدور اللي كانت عم بتمثله بعض القيادات السورية في الحفاظ على هذه التركيبة لذلك هذا الموضوع خطير أنا بقول على الشيعة وخطير على الدولة وعلى لبنان أن يعود التحالف الرباعي وهو خطير أولا على الشيعة وبعدين على المسيحيين هات لنشوف أي أخطر على الشيعة اللي عملوا الرئيس برري ولا حزب الله التحالف الرباعي ولا حزب الله الرئيس برري جاب لك بتعمل تابلو يعني طبعا مش هايك بيستغلص جاب لك أول شي بالتحالف الرباعي جيش شعب مكاومة بكل البيانات الوزرية اللي صارت فرض الواقع هذا مش هو جاب لا 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 لحظة هو كيف يمكن معسول عمرك كل الفترة لا لا خليني إلاك كل شي نيح في للشيعة لا 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 بالعكس أنا هلا عم بنتقد حزب الله وكل يوم بنتقدون وبنتقدون وبوجون وبنتقدون بالإعلام أنا ما عم بيحكي انه لأ هيدا الموضوع فرضوا الواقع السياسي تحالف الرباعي لا مش التحالف الرباعي قبل التحالف الرباعي إذا بتتذكر خليني طول بلك قبل التحالف الرباعي صارت حوارات مباشرة استكمالا للحوارات اللي كانت قائمة مع الرئيس المرحوم رفيق الحريري وسمحت السيد فمع سعد الحريري مع الرئيس سعد الحريري وهذا الموضوع تفق فيه على عنوين ومن هذه العناوين هو مشروع حماية المقامة وين الخلل صار صار الخلل انه رحنا على حرب تموز بدل ما انه هذه الطبقة او الحالة السياسية اللي انتجت تحالف الرباعي تحمي المقاومة حبيتها بها لا ما حبيتها شاركت في الضغط على المقاومة على الاقل ما بدي احكي اكتر من هيك شاركت في الضغط على المقاومة وبالتالي فرط هذا الموضوع مش هيك شو اللي اعاد هاي المعادلة اللي اعاد هاي المعادلة سبع ايار ولقاء مؤتمر الدوحة بس خلنا اعمل شغلتان سيد محمد اليوم بي سياسة حزب الله يلي هي ضد التحالف الرباعي صاروا كل العالم حزب الله ما كان ضد التحالف الرباعي نعم عم manterحكي اليوم هاي عم تقول بري عم يشير الرئيس لا لا عمول حزب الله حزب الله اليوم قال سماحت السيد بشكل واضح تلا نعم منع الطريقة المسيحية تلا فعلا ندمي نعم عنا عدت شو مرة او مرتين في الاعلام سماحت السيد حول التحالف الربعي. وان كان يعني من جانب اخر يبرر او يفسر بانه هذا الموضوع كان لوقت الفتنة بعد اغتيال الرئيس الحرير. هذا ما نندم عليه السيد حسن نصر الله. ما تلع عليه فعل الندمي. كان عامل حزب الله. وكان عامل الشيعة. اه كان مكون منسجم مع المكونات الاخرى في المنطقة. اليوم هذه السياسة وضع. ما كيف مع ايا مكونات. عم نحكي مكون السنة الغالب. منسجم على شو. يعني كان في. على شو. على انه على انه انت. اليوم موضوع. انت انا بغط. انا بتري. انا ما بقرب عليك بموضوع السلاح. بس ترك للسلطة اعمل فيها البدية. ما هادي واحدة من ما اخذنا على حزب الله. انه حزب الله لحد اليوم. اه ما عم نعرف نحنا. بس ما اناك شايف انه اليوم الشيعة بيوضع. وكأنهم يعادونا كل العالم. ابدا. ليش بدون يعادوا كل العالم. بس هيك مش مبين هيك. ليش مبين. مين عم بيعادو. يعني بعدو في الرئيس بري بيحكوا معه بالعالم كله. من يتكلم حزب الله. اللي هو بموقع رئيس مجلس نواب. نحنا ما عم ننطقس لا من موقعه ولا من داره. لا بس حتى كشخص. ولا من منطقه. نحنا عم نحكي على على بعض الامور. يحكم الشيعة العربية. هو ممثل لأنا. أنا تقييم. لا مش ممثل للشيعة العربية. ليش ممثل للشيعة العربية. حزب الله هو يمثل. ابدا. ابدا. حيث عم لك الشيعة الفارسية. لا لا هاي في محاولة في محاولة تسويق هذا الأمر في محاولة لتسويق هذا الأمر اليوم في حلف سياسي قائم إما الرئيس بري جزء منه أو مجزء منه هذا الحلف من إيران إلى سوريا إلى روسيا اليوم إلى الصين يعني حلف صار أوسع بكثير ما تقول الشيعة معزولين لا الشيعة موجودين في لبنان وبالعراق وبإيران وبالكويت وبالبحرين وبكل المنطقة موجودين ودود كل البقية وعندهم أدوار فعالة بهذا الموضوع ولو بتتحول الأمور إلى شكل ما من الديمقراطية بيكون عندهم أدوار أكبر معنا أن دقيقتين بدي أسألك فيهم عن استبعاد نائب الرئيس السوري فاروق الشراء ما له علاقة بالشيء اللي سمعته بالمقدمة حاول أنه هذا الموضوع مقرطبت بجناف بعتقد الموقف الأمريكي تراجع عن المطالبة برحيل الرئيس الرئيس بشار الأسد لأنه كل اللي وعدوه في القطريين والأتراك بأنه بكرة منهزموا بعد بكرة والعيد وبعد العيد وقبل العيد وجماعة 14 أدار هون يصاروا يحددوا لنا ما هو عيد وكذا لماذا استبعد الشرع؟ كله طلع ما استبعد استبعد لو استبعد الشرع من ضمن القيادة أولا في سن وكان عنده شوية هو أشكالات صحية إنما هذا مش مهم بسوريا مش مهمة وعم بمارس هذا الموضوع إنما هو جزء من قيادة هذه القيادة اليوم ما عادت يعني خلاص صارت تجاوزها الواقع شو ترافق مع كلام للرئيس الأسد مباريه عن شو؟ عنه اللي ببيشتغل واللي بيخطئ يستبعد ماذا أخطأ؟ آه بس هلأ أنا شفت أنه استبعدت كل القيادة القطرية لحزب البعث في سوريا شفت اللي نحط بالإعلام بمن فيهم فاروق الشرع فاروق الشرع واحد من قيادي ليش ما نحكي عن واحد تاني؟ ليش ما نحكي عن قيادات أخرى موجودة؟ لأن الوحيد وكمان كان عنده أدوار نعم بس كان نعتبر نائب الرئيس السوري فاروق الشرع بأنه فرصة لإمكانية التسوية مع المعارضة لن يسلم الرئيس بشار الأسد السلطة إلى أي كان بالتحايل أردت شو؟ ما بيسلمها إلا بالانتخابات هل هو أبو التهم؟ خليني أقول لك بعد ما توفى الرئيس المرحوم حافظ الأسد حاولوا يعملوا هذه اللعبة وإجا نحكم مع الرئيس بشاره ومع القيادة القطرية والقيادة السياسية الموجودة بسوريا بأنه خلينا نزبط الموضوع بيجي عبد الحليم خدام ستة شهر ومنرتب الموضوع الدستوري وبعدين أنت بتجي في ناس واعي وفاهمي ومنهم اللواء محمد نصيف ومنهم كان أنا ذاك العماد مصطفى طلاص قبل ما ابنه يشرد هاودي وغيرهم بس ما ستفعل أرار لحظة لحظة لا لا بالعكس ظل فاروق الشرع جزء أساسي من الدول وجزء أساسي من النظام شو صار وقته كانوا حاسمين في أن لا مرحلة انتقالية لا ستة شهر لأن هذه المرحلة الانتقالية هاي دي بتصير مكرسة إلى الأبد بعدين وبعدين بتصيروا تركبوا البد كونيا لذلك لن يسلم الرئيس الأسد هذه السلطة بالتحايل يسلمها فقط نتيجة انتخابات تحصل في سوريا أو انكلاب نساهد الموضوع انساهد يمكن أو انكلاب أو انكلاب إلى هنا أستاذ الحمد مشكرك على حضورك كمعنا اليوم ومشاهديننا كمان مشكركم ومنذكركم أنه بإمكانكم تتابعوا آخر الأخبار عبر صفحتنا ام تي في لابانون النيوز على موقع تويتر وام تي في لابانون على موقع فيسبوك وعبر موقعنا الإلكتروني ام تي في دوت كوم دوت البي شكرا وإلى اللقاء غدا موسيقى 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 اشتركوا في القناة